الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في كراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نتدارس فيه شيئًا من أحكامه المعاملات وننطلق من شرح حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقه في دينه فلنستمع لبعض الأحاديث الواردة في ذلك الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين على رجلاً من المسلمين فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ذربته بالسيف على حبل عاتقه فقطعت الدرع فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيل فقلت من يشهد لي فلم أرى أحد يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فأخبرته فقال رجل من جلسائه صدق يا رسول الله وسلبه سلاح القتيل الذي يذكر عندي فأرضه عني فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلا لا يعطيه أسيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله لا هل الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه فأعطاني فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلم فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب البيوع لقوله في آخر هذا الحديث فبعت الدرع ومراده بهذا جواز بيع السلاح في غير أوقات الفتن أما في أوقات الفتن فجمهر أهل العلم على المنع من بيع السلاح في ذلك الوقت وذلك مراعاة للمآلات التي ينتج عنها بيع السلاح من سفك الدماء واستحلال الحرومات وذلك أن المآلات لها مراعاتها في الشريعة ومن هنا قرر أهل العلم أبواب سد الذرائع وباب سد الذرائع ليس من الأمور الاعتباطية بل له قواعد وله وصول وجميع العقل يعتمدون هذا الباب في فنونهم فهذا الطب الوقائي وهذه الإجراءات الاحترازية كلها من سد الذرائع وقد جعل العلماء سد الذرائع على ثلاثة أنحاء الأول الذرائع الموصلة إلى المفاسد والمحرمات قطعة فهذه يحكم عليها بالتحريم وقد حكي لإجماع على ذلك وقد قالوا بأن ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فإنه يكون واجبا من أجله اجتناب الحرام وما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون حراما والنوع الثاني ما كان مؤديا للمفاسد والمحرمات على الندرة فهذا لا يحكم بسده باتفاق الفقهاء ويبقى ما كان مؤديا إلى المفسد غالباً فهذا جماهير أهل العلم يرون أنه يقال بسده وهذا هو مشهور مذهبي مالك وأحمد وحكي أقوالاً في بقية المذاهب ويدل عليه أن الشريعة قد جاءت بإعمال سد الذرائع في مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ومثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قيل كيف يسب الرجل والديه قال يسبوا أبا الرجل فيسبوا أباه ويسبوا أمه فيسبوا أمه ويدل عليه وقائع كثيرة من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبيته على قواعد إبراهيم ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قتل المنافقين قال لا لألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ومن هذا مسألة بيع السلاح في أوقات ألف تن فمن علم أنه سيشتري السلاح من أجل فعل المحرم لم يجز بيع السلاح عليه بالإجماع ومن لم يعلم حاله وكانت الأمور حال سكونها فهذا من القسم الذي يجوزه البيع فيه وأما في أوقات الفتن التي يغلب على من اشترى السلاح أن يستعمله في أمر محرم مع إمكانية يكون قد اشتراه للدفاع عن نفسه فهذا يقال على الصحيح بالمنع منه وقد أورد المؤلف في هذا الباب حدث أبي قتادة وفيه ذكر يوم حنين وما وقع على المسلمين من تصديق قوله جل وعلا ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا الآية وقوله في هذا الحديث فلما التقينا كان للمسلمين جولة أي تراجع وعودة للوراء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمنطقة فيها جبال وكانت هذه الجبال قد تترس فيها المشركون وبقوا وراءها فلما جاء المسلمون بين هذه الجبال نزلوا عليهم بأصوات هائلة وقاموا بجعل الحجارة تسير على الجبل بما جعل الناس يجفلون من هذا الأمر ومن ثم كانت لهم هذه الصولة قوله فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين أي كان منتصرا عليه أو قائما عليه يخشى على المسلم أن يقتله ذلك المشرك قال فاستدبرت يعني أتيت إليه من الخلف وقال حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فقطعت الدرع فيه إفساد سلاحي العدو إذا كان يتضمن ذلك إضعافا له وتهوينا له وفي هذا قوله فأقبل علي يعني أن المشرك ترك المسلم الأول وأقبل على أبي قتاده فحينئذ أمسك أبا قتاده فضمه ضمة شديدة هائلة وقال وجدت منها ريح الموت من شدة تلك الضمة كأنه خنقه ثم إن هذا المشرك أدركه الموت وبالتالي ترك أبا قتاده قوله فلحقت عمر رضي الله عنه فقلت ما بالناس يعني ما السبب الذي جعلهم يتراجعون ويتركون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أمر الله عز وجل يعني أن هذا من الأمور المقدرة قال ثم إن الناس رجعوا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة فتنادى الناس بعد ذلك فرجعوا فهزم الله المشركين وبعد الهزيمة جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بيّنه فله سلبه البيّنة يعني الشهود أو ما يوضح الحق ويفسّره قوله فله سلبه يعني أن المسلم الذي قتل مشركا يستحق ما على ذلك المشرك من سلاح وثياب ونحو ذلك فهذا معنى السلب وقد اختلف الفقهاء في هذه اللفظة من قتل قتيلا فله سلبه هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى نبوته فيكون حكما عاما في جميع الوقائع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمقتضى إمامته وولايته ومن ثم لا يستحق القاتل السلب إلا إذا جاء إذن من صاحب الولاية والجمهور على أن الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم أن تكون من قبيل التشريع العام ولا يصار إلى الحكم بأنها من قبيل الولاية إلا إذا قام الدليل على ذلك وفي هذا دلالة على أن السلب لا يخمس وإنما يأخذه القاتل وفي هذا دلالة أيضا على اعتبار الشهادة والحكم بناء عليها وإثبات استحقاق المقاتل للسلب بناء على شهادة الشهود وقول أبي قتادة فقمت لألتمس بينه على قتيل يعني بحثت عن شهود يشهدون أنني قد قتلت ذلك الرجل وفي هذا طلب الإنسان للشهود الذين يشهدون له بإثبات الحق له وفي هذا أن من لم يجد شاهد يشهد له على إثبات حقه فينبغي به أن لا يتقدم للقضاء حتى يجد البينة والشهود التي تشهد بحقه لألا يضيع ذلك الحق وفي الحديث تكرير الأحاديث والأحكام وبيانها مرة بعد أخرى كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال هذا اللفظ مرارا وفي هذا من الفوائد ذكر الإنسان ما وقع عليه من الوقائع سواء يذكرها لصاحب الولاية أو لغيره لقول أبي قتادة فاقتصصت عليه القصة فأخبرته وفي هذا الحديث دلالة على قبول الشاهد الواحد في إثبات أحقية إنسان في السلب والجمهور يشترطون في البينة هنا أن تكون من شاهدين أو من شاهد ويمين وفي هذا الحديث من الفوائد مدافعة الإنسان عن الحق وسعي في وصول الحق لأهله كما كان من أبي بكر رضي الله عنه وفي الحديث الثناء على الآخرين في وجوههم متى ترتب على ذلك حكم شرعي ولذلك قال لا يدعو أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وفي هذا الحديث سعي الإنسان إلى إصال الحقوق لأصحابها وفي الحديث من الفوائد أن من كان في يده حق لأقيه لازم هو أن يقوم بإعطائه له وتسليمه له وفي الحديث شراء المزارع والضياع كما اشترى أبو قتاده هذا المخرف في بني سلمة وبني سلمة حي مجاور للمدينة وهو من ضواحيها وهو اليوم جزء من أجزاء المدينة وقوله لأول مال تأثلته أي أصبحت أملكه والمال هنا المراد به الزراعة والنخل قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ كير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد منه ريحا طيبة أو يحذيك ونافخ كير الحداد إما أن يحرق بيتك أو ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة الشاهد في هذا الحديث ما ذكره من بيع المسك والأطياب ونحوها وأن الأصل في ذلك الجواز وفيه أيضا إشارة إلى جواز امتهان كل من مهنة بيع المسك ومهنة الحدادة وأنه لا حرج في شيء منهما وفي الحديث ترغيب الإنسان في اختيار الرفقة الطيبة والجلساء الصالحين لما للجليس من أثر على الإنسان وقوله في هذا الحديث لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه يعني تدفع فيه مالا فتشتري ذلك الطيبة وإما أن تجد منه ريحا طيبة فيه جواز شم الأرياح الطيبة التي تكون عند الآخرين بدون استئذانهم وفي الحديث الترغيب في بذل الهدية لقوله أو يحذيك وفي الحديث تحذير الإنسان من إذا إلى آخرين ولو لم يكن ذلك على سبيل الأصالة أو التعمد وفي الحديث اجتناب الروائح الخبيثة نعم حسن الله إليكم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع أو صاعين أو مد أو مدين من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقصط البحري وقال لا تعذبوا سبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقصط قوله هذا الحديث ذكره المؤلف ليبين جواز امتهان مهنة الحجامة وجواز أخذ الأجرة على ذلك وفيه ذكر خراج الحجام كانوا في الزمان الأول يقولون للمملوك اذهب فتعطينا في كل يوم مبلغا محددا وما زاد عليه فإنه يكون لك وهذا قد كان معمولا به ويقال له المخارجة وفي الحديث جواز الحجامة والتداوي بها وفي الحديث وجوب إعطاء أجرة العامل له وعدم جوازه حجبها عنه وأن ذلك يعد من الظلم وفي الحديث الأمر باجتناب المظالم وفي الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة في باب التطبب وفي الحديث إعطاء الحجام أجره وفي الحديث جعل الأجر في الأعمال من الطعام وفي الحديث الشفاعة لصاحب الفضل عليك فيما يسر أموره كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم موالي أبي طيبة هذا في أن يخفف من خراجه أي من الواجب اليومي الذي يدفعه كضريبة له وفي الحديث بيانوا أن الحجامة نوع من أنواع التداوي فيه دلالة على أن الأصل في التداوي هو الجواز ما لم يقم دليل على المنع منه وفي الحديث فضل القصط البحري وقوله من العذرة هذا مرض كان يصيب الصبيان في الزمان الأول يجعل لها تأحدهم تسقط على فمه فكانوا يدخلون أيديهم فيغمزونه وربما آذوا الصبي فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخدام القصط وفي هذا دليل على جواز التداوي وأن الأصل في الأدوية هو الحل والجواز ما لم يدل دليل على خلاف ذلك حسن الله إليكم قال عن آيشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين الناس فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل وجعل يتغير وجهه فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لنا يا رسول الله ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت وسادة اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها وتتجع عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من صنع هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال أما علمت أن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة شاهدوا في هذا الحديث في قوله اشترت نمرقة نمرقة نوع من أنواع الثياب قولها فيه تصاوير أي فيه صورة إنسان أو حيوان وفي هذا جواز التجارة وأن الأصل في الألبسة جواز بيعها وشرائها وفيه المنع من التصرف في الثياب التي عليها محرم على جميع الصور بحيث لا يمكن أن يستفاد منه وفي الحديث استعمال الوسائد ووضعها وخياطتها وقولها حشوت بمعنى أنها أدخلت داخل هذا القماش شيء من الأشياء اللينة كالقطن أو غيره وفي هذا جواز اتخاذ الوسائد أنه لا حرج فيه وفي الحديث من الفوائد استعمال المرأة وعملها وصناعتها داخل البيت بما ترى أنه أصلح له وإن كان زوجها لا يعلم بما تفعله إلا بعد فعلها له وفي الحديث من الفوائد امتناع الإنسان من الدخول في البيت الذي فيه محرمات كما لم يدخل صلى الله عليه وسلم بيته لما كان فيه صورة وفي الحديث من الفوائد هجروا مواطن المحرمات وعدم الدخول عليها وفي الحديث تغير وجه الإنسان وتمعره متى علم بوجود شيء من المخالفات الشرعية وفي الحديث تأثر الإنسان حال وجود شيء من المحرمات والمعاصي ولذا عرفوا الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أن الدعوات التي يكون فيها منكرات لا يستطيع الإنسان إزالتها فإنه لا يدخل على مواطن تلك المحرمات وفي الحديث مبادرة الإنسان إلى التوبة كما فعلت عائشة حينما قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تبرو الإنسان من الذنب بمجرد علمه بأسبابه أو بمظاهره ولو لم يتحقق من وقوع الذنب بعد ولذا قالت عائشة أتوب إلى الله ماذا أذنبت وفي الحديث إنكاروا المنكرات خصوصا للرجل في بيته وفي الحديث من الفوائد جوازوا وضع الفرش والوسائد والمتكأ من أجل أن يتمكن الإنسان من الجلوس عليها وفي الحديث اتخاذوا الوسائد للنوم وفي الحديث من الفوائد أيضا جوازوا الجلوس على الوسائد وأنه لا حرج في ذلك و من الفوائد أيضا تحريم التصوير ويشمل هذا اتخاذ التماثيل والصور التامة كما يشمل هذا رسم الصور الأشياء الحية وفي الحديث في قوله يقال لهم أحيوا ما خلقتم دليل على تعلق حكم تحريم الصور بما فيه صناعة تشبه خلق الله جل وعلا نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فإن المتبايعين بالخيار في بيعهما لا بيع بينهما ما كانا جميعا ولم يتفرقا أو يكون البيع خيارا يخير أحدهما الآخر يقول لصاحبه اختر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهم إذا اشتر شيئا يعجبه فارق صاحبه هذا الحديث يتكلم عن خيار المجلس في حيث يقال هل يحل للمتعاقدين أو لأحدهما فسخ العقد ما دام المتبايعان في المجلس أو أنه لا يحق لهما هذا الفسخ وظاهر الحديث إثبات خيار المجلس وأن كل واحد من المتعاقدين يجوز له فسخ العقد ما دام في المجلس وهذا مذهب الشافعي وأحمد لظاهر هذا الحديث وفي مذهب مالك والشافعي ثبوت البيع بمجرد انتهاء اللفظ بالتعاقد وقول من قال بإثبات خيار المجلس أو لا لهذا الحديث فإن المتبايعين في الخيار في بيعهما ويدل عليه تفسير الراوي له فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئا يعجبه حاول أن يفارق صاحبه من أجل أن يلغي حقه في خيار المجلس وفي الحديث أن الخيار خيار المجلس يثبت لكل واحد منهم من المتبايعين البائع والمشتري وفي الحديث بيان أن الضابط في إثبات خيار المجلس يكون بالتفرق فمتى تفرق المتبايعان بأبدانهما فإن العقد لزيم حينئذ وقوله أو يكون البيع خيارا قيل المراد به إثبات خيار الشرط بحيث يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له الخيار في فسق البيع لمدة معينة وبعضهم فأسر هذه اللفظة بأن المراد بها إلغاء المتعاقد لحقه في خيار المجلس وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم وقوله فقد وجب البيع أي تم وترتبت عليه آثاره قال وإن تفرق يعني أبعد عن مجلس العقد وأصبح كل واحد منهما لوحده بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع أي لم يلغي البيع ما دام في مجلس العقد فحينئذ يقال تم البيع ووجب هذا البيع وقوله هنا أو يكون البيع خيارا قال طائف فيه دليل على جواز مد خيار الشرط ولو إلى المدد الطويلة وهل يجوز أن يكون بدون تحديد مدة الخيار الجمهور قالوا لابد من تحديد مدة الخيار هذا شيء من فوائد هذا الخبر وفيه تفسير ابن عمر للحديث الذي رواه بأن المراد بهي التفرق بالأبدان بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أصلح الله أحوال المسلمين وجعلها على خير طريقة وأفضل من وال كما نسأله جل وعلا أن يجعل العاقبة في الأمور كلها إلى خير ونوفق أولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يبارك في أولاة هذه البلاد وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح كما نسأل الله جل وعلا لإخواننا المطهدين نصرا عاجلا ودركا لمقاصدهم وبعدا لما يضيق عليهم أو يلحقهم ضررا أو حرجا هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة